أفلما الصفحة دي وهي صفحة البطولات اللي مش هتتقفل في النادي الآلي هي مجرد بتطوي صفحة استعدادة لصفحة أخرى من المجد ولكن عندنا مجد إفريقي ما ينفعش ننساه وهو دوري أبطال إفريقيا كابتن سيد عبدالحفيز في لقاءه مع كابتن إسلام الشاطر داخل قهات النادي الآلي اللقاء اللي انتوا أكيد استمتعتم به قال عندنا حاجة عند الترجي عايزين ناخدها وده مهم جدا إن الرسالة دي تكون وصلة قوي وتكون ده العنوان اللي عند لعيبة النادي الآلي واللي أصق إن شاء الله لو هم حطوا ده قدام عينيهم حياخدوا اللي هم عايزينه من البطولة يوم من اللقاء المهم ده ولكن الترجي في لقطة مهمة جدا بالنسبة له ومؤسرة تم إيقاف طه يسين الخنيسي مهاجم الفريق واللي بدأ يستعيد كتير من مستوى في الفترة الأخيرة ولكن تأتي الرياح بما لا يشتهد ترجي أوقف الاتحاد الإفريقي اللاعب نتيجة تعطي المنشطات من تاريخ الإقاف و1921 لخرق قواعد مكافحة المنشطات طيب بالنسبة للناس في سؤال مهم وهو إن فكرة هل تقديم استقناف على الإقاف يوقف العقوبة؟ لا حتى لو اللاعب قدم استقناف العقوبة سارية إلى حين ظهور نتائج استقنافه وده اللي شفناه قبل كده لو نفتكر قصة حسام غالي الشهيرة وهو في السعودية كان فيه وقعة كان هو بريء فيها ولكن نتيجة حتى الاستقناف ما وقفتش العقوبة إلى أن أتى حسام غالي ببرأته هنا نتمنى إن اللاعبين تاخد بالها عموما بشكل عام فيما يخص الأدوية اللي بيتم استخدامها لأن المحاذير الطبية والقوانين الخاصة بمكافحة المنشطات أصبحت لها معايير صارمة جدا طيب نروح بقى للترجي على أرض الملعب بعيدا عن الإقافات جاءت قرارات الكاف بحكام الزهاب والعودة وهنا لنا وقفة مهمة جدا نحط عندها كذا خط ونركز فيها ونركز في التفاصيل وإحنا هنا عهدنا بيكم في خط أحمر إن إحنا دايما بنركز في التفاصيل لأن كتير جدا من الأحداث تكمن في التفاصيل نشوف طاقم حكام المباراة الأولى وهي مباراة الزهاب 19 يونيو في تونس حكم الساحة هو فيكتور جومز وحكم الظار هو جاني سيكازوي وبالنسبة لمباراة الإياب في 26 يونيو اليوم يانت هو حكم الساحة وردوان جيد هو حكم الفار هنا محتاجين نركز فيه محتاجين نركز أولا مباراة الزهاب المباراة الأولى في تونس محتوط لها حكم جيد جدا يتمتع بسمعة طيبة للغاية لدى الجمهور الأفريقي بشكل عام وهو الحكم فيكتور جومز الجنوب أفريقي طيب على الفار في مين في الحكم سيكازوي وعايز أقول في أن دوري أبطال أفريقيا مر الترجي بتجربة مهمة جدا كانت فيما يخص مواجهته مع الوداد اللي حصل نتجتها لغاة تحكيمي كبير جدا ولغت حوالين البطولة نفسها ووجهتها طيب اللي حصل بعد كده أن أساسا كان فيه خطوات كتير جدا فيما يخص الترجي وفيما يخص أحداث تحكيمية لأن حكم الفار في المباراة دي اللي جاية وهو سيكازوي كان موقوف بسبب مباراة ما بين الترجي وبريميرو دو أجوستو الأنجولي على خلفية أخطاء تحكيمية كارسية طيب الأخوة في تونس وصلنا منهم المشاعر الجيدة جدا ومبادرات بتحاول أن احنا ناخد المباراة بر الأمان ونحن معها كجمهور للنادي الأهلي أو كإعلام في النادي الأهلي أو رسالة إدارة النادي الأهلي اللي دايما بتكون بتسعى إلى فكرة الخروج ببر الأمان والعلاقات العربية العربية اللي لازم تكون في حرص عليها كل ده شيء جيد جدا ولكن لازم نحط خط تحت حكم الفار سي كازوي اللي نتمنى أن قراراته تكون موفقة ويكون دايما لأن حكم الفار يا جماعة خطرته في تنبيه في لعبات كتير جدا فيكتور جوميز ماهوش خارج مهما كان حكم جيد فنتمنى أن يكون خروج المباراة بشكل لائق مخاوفي في مباراة العودة ولكن اللي بيقل المخاوف دي شوية رغم وجود الكاميروني أليوم نيانت وهو حكم عنده أخطاء فادحة شفنا في مباراة برامت زوناحة بركان وغيرها من المباريات ولكن زي ما قلت اللي بيطمني هو وجود المغربي ردوان جيد على الفار لأن ردوان جيد هو حكم جيد بالفعل ولكن مفيش في التحكيم ضمانات ومفيش سق براءة لأي حكم أن انت تتعامل أن الحكم ده انت ضامن طول الوقت أن تحكيمه يكون مميز مش هنقول عادل لأن انت بتتوسم العدالة في الجميع ولكن نتمنى أن تاقم التحكيم في المباراة أعتقد أن تكون هم جدا يكون موفق ونتمنى أن فريق النادي الأهلي بشخصيته يبعدنا عن كل الحسابات دي بتحقيقه نتيجة إيجابية قوية في مباراة الزهاف في تونس وده هيسهل حاجات كتير جدا وصدقوني شخصية النادي الأهلي لما ده حصل في العطاة كتير وكنت مخلص المباراة في المباراة الأولى المباراة التانية كان تأثير التحكيم فيها مهما كان كان صعب